بالعلم وي العمل ضاري رجت للناس مر للأمل سابق في المشروع بتاعنا قلنا اهم مقراضاتها خطة الجودة والشيكليست بتاعتنا اللي يستخدمها في الفاملطاح بتاعنا المنتج او المقراضات المشروع بكل انواحها ومن تيها الوصولة بمتعة المشروع كمان يستعملها ريفيو وده مسلا براجع الزامن يستعمل ريفيو مراجع بالجزام الزامن مراجع بلازل مسلا المشروع مراجع مسلا جودة ده مراجع بلازل مسلا بيبط على حاجات مراجع وصائق منها براجع الزامن فالشيكليست بتاعته لفقة من ضمنها وصائق ببط على حاجات كمانتج حاجات كوسائق مارس بالتالي انت تكون بيبط بحط المنطق برضو وبدأ بحط الوصائق وتشوف هلو موجودها متحدثة هل الوصائق متحدثة هل الوصائق مضادقة للواقع هل الوصائق متحدثة هل الوصائق متحدثة هل الوصائق متحدثة تكون مكتوب على تاريخ الشهر الحالي لكنه لا يعقف سر العبسة المطروعة فتلاقي مثلا ان احنا في شهر المطروعة مكتوب ان في اعمال مثلا كهرابة وكهرابة بصف قطروع بصف قطروع بعد ان الشهر يناير ومازال القهر المطروعة يعني اصابش اي شوق يعني اموت بالصمري وكهر المطروعة لا يعكس شيء حقيقي فنظر ان بتغير بلاج الزمانية وتقول مساء الواقع ان احنا اتأخرنا شوية في شهر المطروعة فنبدأ مثل شهر اربعة بتحديث الحاجة اعتردك لسه مجالس اذا كنا يتبعش يبقى اعتردون ان العبادة المطروعة وما يكونش فعليا لسه بدأت الواقع وانا كنت مطروعة اذا ده حالة العدم مطلقة حالة العبادة مطلقة ليه؟ المطروعة ده ده مش مطالق الواقع فانت بتبحث الواقع وتبحث المستعاد نفسها دي شيء كليس بتاكي تبين عناصر انت بتبحثها اللي احنا هناخد الجودة كمخرج وعدنا العناصر شيء كليس بتاعتنا اللي هتفحص عدنا المقاييز بتاعتنا اللي هي القياسات ايه يعني مثلا ايه معايير قول والرفض لكل من المشروع بتاعي ايه معايير قول والرفض ايه معايير قول والرفض بالنسبة لكل خامة هتيجي كل توريد مثلا معين ايه معايير قول والرفض اكيد بيبقى فيه بقدر من ايه السماحية بيبقى في قول في السامحة دي اعلى من كده او اقل من كده بيبقى فاذا القياسات بعد كل حاجة لازم برضو تبقى مخرج من عملية بالنسبة لان دا اكوات الكنترول هيتستخدمها في اه جميع الاختبار بتاعتو عشان يعرف الاختبار بتاعتو اه مش يزاج عشان يعرف المنتج اللي بيختبرو او الشيء اللي بيختبرو ده هل هو مطابق لمواصفات ولا خارج فيه كمان دي خاصة بالتحسين العمليات. انك تبص على البروشس وتشوف ايه العوائق اللي يدعوكم بسر العمل في البروشس معينة. من خلال انك تبقى عارف حدود البروشس نفسها ديه. وايه الامبوس بتاعتها. الطول دي اللي مستقبلها فيها. ده داخل البروشس نفسها. المقاييس بتاعتها. كذلك. الهدف اسمي العضاية. العملية دي موجودة ليه اساسة. عشان تقدر تقارن. هل هي ادت الهدف اللي هي موجودة عشان ولا. كذلك البروشس بجموينتس قدت. اللي منها اللي هم كودنا ناخد منهم المعايير ومعايير كله الرفض. واخذنا منهم حاجات خاصة في المطلبات. لان طبعا ان احنا وصلت على المطلبات معانا في المدخل. انا وصلت على المطلبات ديه. اكيد لازم باعتبار بوستيكولدر. لمنهم المطلبات ديه. طب الطبيعي ان يتم تعديل في المرحلة دي. حد اضيفه مثلا حد احذفه حد اي غير موقفه مثلا من محايد لدائم او من دائم لي. اه محايد تغير موقفه مثلا. فانا بعكس الموقف الحالي من سبال انا بعدل. في كمان طبعا توجد محايد توجد توزيع المهام اللي هي مسلا فريق كنترول كواتي اشورة بمتاعي توزيعهم بالنسبة للمهام اللي مكالين بيها والاختبارات بتاعتي مين بيقوم بيها. اه موعد لاختبارات. اه بي فريق طبعا من الطبع من القواتي كنترول ان يمشع في طبيعيا ان فريق كواتي كنترول ديه شركاتك موثنينية بالجودة. اه في فريق قواتي كنترول وخباري قواتي أرسورة بطريقة بتوزع المهام بتاعتهم مين اللي هيعمل التست ومين اللي هيقبل التست والحاجات دي فبتعدل الوثقات دي معاك اللي هي قصة المنتيمتريكس وده هنشوفها في الشفر برق العملية رقب اتنين هي بخبار قواتي أرسورة وده اللي انت بتشوف معايير الجودة اللي انت ماشي عليها هل هي مطابقة لمعايير الجودة في المؤسسة بتاعتك ولا هل فيه العمليات والبروستس نفسها هل فيها استقرار ولا هل البعايير الجودة نفسها اللي المتابعة في الشركة بتاعتك ممكن تحسنها ولا كل الحاجات دي خاصة ب عملية القواتي أرسورة دي بتتمنا في اي مرحلة من مراحل المشاريع اللي هي المراحل الخامسة اللي هي الخامسة فيزة طبعا المشروع اللي احنا قلنا عليهم الانتشيشن وي البلانينج المنتهة عند الكنترول والكلوزنج بتتمي في اي مرحلة دي بتتمي فرحات الكنترول يبقى القواتي أشورة في الترف محاطة اكسسيويتنج ليه الترف محاطة اكسسيويتنج اللي بلاقب بها التنفيذ نفس بش الكنترول على منتج يعني في الان اعمل الكنترول على منتج جايب اكسسيويتنج لكن قلت اشورة هي ببص العملية نفسها اذا انا بلقي بالتنفيذ يعني انا ببصتها حاجة اتعالك بالتنفيذ وحاجة اتعالك بالتنفيذ وحاجة اتعالك بالتياسات التنفيذ والتعديل فيها يؤدل تعديلها بالتنفيذ وحاجة اتعالك بالتنفيذ وحاجة اتعالك بالتنفيذ المتخلات بتاعتها اللي هي المخرج من العملية الصادقة بسطت الجودة طيب انا لو بسا باتكلم عن تحسين عمليات تحسين اجراءات تحسين سياسات بتاعت الجودة ونشوف سياسات المطبقة ومشورة بيئة ولا لا وهذه السياسات المؤسدية فيها مصر المطبقة على مطابعة العميل مطالب متابعة من الجودة من مكتبعك لما استفق معايير ومقايير الجودة بتاعتك ثم يتعالك مصر جود عبريكي بيبقى شاسغال مثلا هو يقولك على مكتبع ممكن يتعالك فيها سياسة ماء او مصرات الجودة واسفة معينة مصرات الجودة اعلى من في الحالة دية انت بتقوم بتغيير السياسات اللي موجودة في مستعدك بما يتماشى مع مفاوضة العامية لك ولي في كلها أشهورة لانك هتعادل فيه سياسات لانك هتكلم عن السياسات ويبروشت معينة في التغيير فهي ابروش البرجمنت بلان ده موجود معاك عشان غير ما تحكينا عمليات اللي قد تكون سواء عمليات ديلي معينة اخير او عمليات غير مستقرة وده في حص نتائج العملية تشوف القضوات تشوف المقاييز بتاعتها خريطة التي تخص لها الاسمسل من중에 وقلنا هي التاث السجما التي نعملهم سجمع أكبر كيمة ومتوقعة سجمع أكبر كيمة ومتوقعة سجمع مؤسسة ستتقضى القياسات من خلال كل موقع يعد أعينك عشوائية الخاصة تشوفها هنا 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 في خلط القياد على حسب الرقم اللي موجودة عندك وتشوف بعد كده الروب سيفن اللي احنا قلنا عليها كده اا 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 بوينت معايدة تكون خارج الابر كولتروليب او دوار كولتروليب دايب عملية ماتفكرها. في الحاج دي نستخدم البروز الدائر عشان نعمل تحسيل العملية عشان نسمع ماتفكرها. الكواتي اللي هي اا القياسات. اللي احنا هنقرض ان احنا نستمتج منها اتريبيوت. ليه? انت لهم انت كان على القياسات المبكور القياسات نفسها هي لغلط. القياسات نفسها نعم? ممكن تكون غلط. نعم? ما يعني ايه? من اللي قال مسلا ان انت تقبل عينة مسلا معينة من تحسيل العملية بالأسمنت مثلا لأدلت عرفها ٥٠٠. اذا من ممكن يكون اااا ايه ان احنا نقول لأنا مباقص ٥٥٠ مثلا، احنا ممكن نقبل درجة تحت ٤٤٤ ومسلا تتحسيل الغلط لكن لما تتحسيل الغلط ٣٠، وتا هو ثلاثة ٣ ٣ا بعد كاسرثم اشتغلت بيها وطلع شغل غر effort. يبقى في الحالة دي رقم التوليرانس ده مش نسوح به ده ادى لي المنتج مثلا بالحالة ديون. الخواصة بتاعته الكيميائية والفيزيائية اختلفت. ده بيخليني بعد كده اقول التمر في نفسه ده غلط او المتري فيزيات غلط. تبقى مثلا ضربة مثل ثلاثين و اربعة و تلاثين. يعني ما بين اربعة و تلاثين انا هقبل فب كده او تحت كده انا هرقب. اقول ده كبسان يعني. جيت ما في الحالة دي. المقاييس نفسها بيتم مظهر فيها في العملية دية. في العملية بتبقى جميع المقاييس اللي هستخدمها فيه. جميع الخناية و جميع الشغل اللي انا هفحصه يبقى موجودة. عشان اعيد النظر فيها. هل هي خفاصة دي سليمة ولا يعاد النظر فيها. الكوائيسي كنترول مجرومنتس. المجرومنتس هي القياسات الحقصية. يعني انت لو بتقول ان دي معايد قلول الرفض بالنسبة لكل حاجة. كارقام تقول متواصف كذا. وهقبل من كذا لكذا. ده كبسان. هنا بقى قياسات. اللي هي بقى ايه? القياسات تيجي تخسبر الحاجة مثلا وتقول ده اتحرفها كذا. كم? او معزلات اداء معدة معاينة كذا. في الحقيقة بقى. هنا بقى الفحص الحقيقي. ده مجرومنتس فياسات. انت خساب الفحصة حقيقي. ثم الطبيعة برضو ان هي موقودة. كلوجيك في العملية دي. ليه? لان انا هقيم دول. دول اللي انا بقيمهم. مش دي اللي هي بسترسم على. وهبدأ شوفها على ايه ما تقرر. مش مستقرر بخلال او جاعتها. اللي هي رولي السيمة من حاجة حملنا عنها. يبقى جميع الحاجات دي. يعني مثلا الاثنين دول. اعبار في العملية مستقرة. ولا مش مستقرة. طيب. عمز انا مش مستقرة هستقلم دي. ان احس انها عملية. طيب الحاكم اللي كلها حاجات دي مين هي دي بقى. دي الحاكم اللي كلها عملية دي. او كل البروشف نفسها. سواء البروشف دي. او اللي بعدها هليه بقى. اه. الوصائق اللي انا هستخدمها. طيب ايه الوصائق اللي ممكن هستخدمها يا سبحانه دي. ممكن بيش انا بعمل روفيو مسلا. ممكن اشتغل. اشتغل. اشتغل مسلا اثنين. ايه. الشيكريستات معينة. طيب. اللي اتحضر هي كانت سجلات من السجلات الجوزة مسلا. بيبقى دي لكم انت. بستخدمها. وانا بعمل الكواليتي الشهورة. دي مراجعة الجوزة نزل بشكلات. بشكلات دي كالفاضية. يعني فيها عراسة. بس هي فاضية. بيشتغل فيها خياسات ولا اختبارات ولا اطهام يعني ولا اي حاجة. بغضوة اه. يعني دي كالدي كومنت معاها. لكن بعد كده بتتعادل الدي كومنت في اسجل. كيف هي ده ده حقيقية. جاتة من خلال المراجعة اللي هو منها اه المشروع والناس. التوزة بتاعدنا بالتكنيكي. اه. بلان كواليتي اند بيرفورم كواليتي كونترول. بيعني التفطيط للجودة والكواليتي كونترول. بتوزة التكنيكي. يعني دي وسائل وادوات. بتستخدم في بيرفورم كواليتي كونترول. طب ليه؟ ليه؟ حاجة في كواليتي اشورة بتتكلمني عن بيران كواليتي وعن كواليتي كونترول. يعني عن العملية اللي قبلها والعملية اللي بعدها. مش فرض تقولي بكلامت العملية دي؟ لا. بتتكلم عن كواليتي اشورة تتكلم عن حاجة بتفضل جاتات. بتشبق انت الخط في الجودة صحة ولا لا؟ بكل الجودة اشوف هال هي متوقعة معكتكم. واتسوها وهال تتوقعة هي متوقعة من مواصلة العملية عائلها. هال بغسط بتاعتك سليم ولا لا؟ فبالتالي دي بتشوف كل العملية اللي عالية اللي قبلها او اللي بعدها تتحقها. بتشوفها. هل المسار العامة ماشي على حسن؟ خريف اللي العامة تطلبها؟ ولا في شيء رغير كدر. او في شيء رغير كدر بتبقى تتحسين عمليات؟ فايه التول دي بقى؟ منها وليه بيرتب فيها؟ هنخذ نفس احنا بنعمل احنا بنعمل لحد يساكل. وكان بيرتب الأفقار او المطالوات اللي شعر بعض فيه بيعني بيربوتهم بعض بان كل مجموعة حاجات بيعملها تجروب تلك. كل مجموعة اعطيها كبينينكت تو فور او 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 يبقى كل مجموعة افقار شبه بعض او 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 بشيء ما بيعملها كأنهم يحبطا من كون حطمس وقمارات باع كدر واحدوك ويرتمهم واحد اتنين بلاد اربعة في الايه ويرتمع على اطول مربع ده ان دي خاصة مؤين او افقار خاصة بحل مشكلة معاعة ايه اذا هو ايه اللي يعمل دي الافقار بتاعته يبقى دي بيقفاش ده اللي هو زي ور بي اس ور بي اس ده الار بي اس ده الار بي اس ده الار بي اس ده الار بي اس ده احنا قلنا عالية من كده كده انا هنتكلم فيه الار بي اس ده الار بي اس ده الار بي اس ده ده اي شكل فيه اخباره الغرمي. هو نفسه ديجرام. شلق شكل مبتظم يعني. او شكل شجري. نبني ديان الحاصل. باستخداماته زي الحاجات دي كزا. باستخدم ليه. انه كنت امدي كومبنشن لحاجة. يعني بتقسم من الحاجات الكبيرة اللي جديد اقل منها. هبتقسم الوقت في ساعتك. بتقسم هيكل المؤسسة والتلتضار والموظايا في المؤسسة والصمحيات وكزا. هال ده مفيد طبعا للجاودة. كيه طبعا ده. الحاجات دي. اخيان انت لو بتعمل الفرق من ال WBS. والثريت تنفيذ كبنود ليه. اشوف افارق من الاثنين. من الشكل ده اذن هاشتقى على كأة كفن. واملنا السكيديول. يبقى اذا اه جودة الاعمال بتتعلق بانك تت. الاعمال تتقر في شباف الصالية. وكزلك الصلاحيات بتزلك ال RESURCES. يعني كل دي حاجة بتفيل في مصلحة الشغل دي حاجة بتفيل في الجودة. وكذلك نستعمل الافكار وتركيبها في الافكار دي. تتركيب الافكار اه او تحطاق تتبي دية جولز. تقب لها ده اجروب كده بلافك افكار متشاربة او بتحل مشكلة معينة تبقى مع بعض في جروب معينة. اه الاختابة للفرق دية جولفor اللي هو الشكل اللي هو بتاع التحاوص الضمني. ان احنا نعمل ونوصلها ببعضها. بالطبع ده حاجة بتفيدني في تابع الانشط. اذا كل الحاجات دي بتأدي سير العمل في المشروع بطبعها تليمة. مشروعة اه انا يعني دقيقة واعرف اه اه اكتيب الانشطة و اه اه بتاعتها اول اه بتاعتها. ده يا اه يفيدني في اه سير العمل. لما يكون محسروع عدي وانا مشاهدت بلاقي زيباني بتاعها. اكتابل حاجة قبل حاجة اه وتركب حاجات انشوها اه غلط. فده يؤدي اللي باشيك في التنزيل. فباشيك في الجودة. البيترهيزيزيزيزيزيزيز Ang then if they're given all the پلاف واشيك في الجودة بان لان مع الدخاني المتسلطة واه اه اسدى ا اوازبحلي لFL عندك مجموعة من البدائل وانت عايز تشوف البديل الافضل يعني مسلا لو بتشتقي مثلا زي عند توريد مسلا وانت عايز تشوف نتعلم معايير المعارض من المعارضين فاتة بالفقط معايير معينة وانت عايز تشوف البديل الافضل وانت عايز تشوف البديل المعارضين دول عشان تقدر تقيمه فهنا عادة تقدر التوريد المعارضين للتوريد العشان تقدر تقدر التوريد فاتة بترتب الحكاية كوازن نسبي يعني تقول له ايه اهم انصر لازم تفطره مثلا اربعين في المية مسلا ايه الافضل بعد مسلا سبع عشرين في المية تبقى قصيم الدرار الكلاه من عشرين في المية واحد مسلا تامن عشرة في المية على حسب ايه ازا انت تقدر اوزان سبري عشان تعمل تفتيب للعنصر. دي استخدم لما يكون اا عندك اكتر من بديل وعايز ترتب. انت تقدر اوزان سبري عشرة في المية. اللي احنا هيكون من الفيديل ايه ايه انت ترتب واشنى نسبي بتشوف ايه عناصر بتاع التطاقين بتاعك. وتحط نسبة اوزان من عناصر على حزات اهميته. يعني هل مثلا السعر مثلا هو جزء من المعايير بتاعتك؟ طب هل السعر قبل الجودة بتاع المنتج ولا اللي انت تريدينه ولا الجودة الاهم؟ دي حاجة. هل مثلا لو مثلا طول مثلا ان لو في ما سيحدث بسكت مسلا هو انت عايز ترجع المنتج مسلا. هل ده مشمح بيه مسلا ولا؟ لا. نحن نحن بشكله فين ان كنت راح تترجع المنتج. دي باطي الشيكات بخير مسلا. مسلا حاجة ما نظموكم مسلا. في مشاكل ممكن فوقاتكم اترجعها. حاجة مؤينة يكون ترفيه. بسه ده مكون من المعايير. ان كنت عارض الشركات اللي ممكن تكون عندها مرونة في الجزئات ومن الشركات اللي محتاج مرونة. فدي لقى برضو جزء في الموضوع وزنة دي عود براما عناصر. اللي بتقيم على حياتها بالسيارات البداية. دي الاشكال بتاعتنا اللي بتبين الحاجة اللي متراحة على الوقتين. الفريد ده يجرم هو ده. بس طبعا هو ايه؟ اه عكس الزبادة ما يعملها من المستوى لايب اهو ده اللي فوق ودي المستوىات اللي تحت منه. لا اهو اجابها ايه؟ من ناحية الشمال هنا ويه اه قرع منها ثلاث تفرعات دول. ماشي؟ ثم كل تفرع منهم تفرع منها مزموعة من الحاجات دي. الطيب هي دي. اما القفانة دي هي دي. القفانة دي. اه كل سكرة على الاستفر. ايه المشاكل في الاستفر. هو اللي بديس على البور كرس تمر السرس. اه يعني خدمة العملة مثلا اللي فيها مشاكل بور كرس تمر السرس. طيب ممكن تبقى مشكلة جاية من كذا حاجة. اما من الاستفر او من السيستم او من الكارتر. الثقافة. الاستفر في اه يعني اقسمها هنا كاستفر مجموعة حاجات. دي بقى ايضا الافكار دي كلها احطها كاستيجوري تحت الاستفر. الحاجات دي احطها تحت السيستم. الحاجات دي احطها لحت الكارتر. دي ايضا مقسمها ليه كاتيجوريز والكور كاتيجوري تحت لانه مزموعة من الاعناطر او المشكلات اللي تحت الكاتيجوري ده. اه هي بشكلها عنده كذا بديل زي بريجيت واحد اللي هو ايه بي سي دي. دي ده اربع مشروعات. هيترتبه. حط معايير تريسيري اند وايت وايت. معايير زي ايه زي كوفيتيجين دي زي الكارتر ماربينسر. كوربريت ايميج. ده من الجوبرسيون فيه. كممم؟ انك انت ايه توفير في المصروفات. ايه الكارتر ماربينسر. الحاجة العهيدة على الكارتر ماربينسر. كممم؟ ايه التعلم اللي ممكن تعلم. من قطورة التعلم في المنشروع زي الاوت. لشي ممكن تكون التعلم ده خاصة الاطراض اتخاصة بالمارسفة المارسفة حيث يستفيدنا ايه تتعلم خبرات جديدة في مصروعات جديدة. حط كل بحاجة بالحاجات دي حطلها وزن نزل. يعني ايه؟ يعني ده مسلا اربعة من عشر. اربعة من عشر ديه انها اهم من بقيت العنصر. ده مسلا اللي بقيتها تمام عشر. ده المنصر رقاها اللي بعد ايه؟ اللي قابة نية. دي اللي هون تعلم ده زي بعض اتنين من عشر. تعام؟ وبدأ يدي كل مشروع منهم قيمة. تعام؟ بدأ يدي كل مشروع منهم قيمة. تعام؟ تعام؟ ويجيب التوتل. المنصر ده خد كام كتوتل. ده لأ ان التوتل هنا. اثنين وتمين عشرة اثنين وتعمين عشرة اثنين وخمسة اثنين وثمين وثمين عشرة بطبع هو اول حاج بعد كثير وتمين عشرة هو تاني حاج. انا ورتب المشروعات تانة على حسب مجموعة من العناصر في المشروع وفيه عراق الاهم من المعناصر الثالث. انت بالشكل ده. اعم. بعد كده على حسب كل مشروع يقيتوا على العنصر ده. شوف هيبقى هتدو رقب كامل. انا انا ارمعة بيضروه في اثنين من عشرة. يعني الثالثة انا اتردفت اثنين من عشرة. يعني الرقل اللي بيستمو ده بيضروه فيه اللي وزنة النز بدا. ويجمحهم بعد كده. انا انت لو جرفت كل واحدة بيضروه في نزي بتاعها. ايه واحد دي بقى اثنين من عشرة. دي بقى اثنين من عشرة. اخبار اثنين من عشرة. متبكى لين اثنين من عشرة. Surfing عشرة ليه وهنا واحد دي عشرة. aparece كمان. وهي واحد دي من عشرة. ا varias اثنين من اثنين من ابت contrôleex في بقى اثنين من ما هي اثنين من عشرة. اغمبحت الرقم دة. فكل واحدة بالدول بيضروه plotه في الفتيح. فممكن برضو كمان يعمل حاجة يعمل مثلا ايه يكلمة يقول مثلا اقل قيمة هيديها هي واحد اكبر قيمة اديها اربعة مثلا اقل قيمة مثلا ممكن تقول اقل قيمة اصف اكبر قيمة اربعة كمام كل حاجات دي اختار طيب ما بين zero وبين الاربعة ما بتزدش عن كده يعني البرانج بتاعها مثلا مثلا الحاجة اللي هي ضعيفة جدا او وادئة جدا الاربعة مثلا الحاجة اللي هي فيها يعني حاجة عايز تقول ايه هايزكور يعني تالي تول معانا خلقت ان كل تولز دول تحت حاجة واحدة اللي هي ايه بلان قولت قاند برسوم قولت كونترول تولز ان تولز. تولز رقم اثنين كوانت اوزت. كوانت اوزت انك انت بتعمل اوزت له مراجعة اللي احنا قلقوا عليها ان يبقى مراجع الجودة ينزل المسهول مسلا ويباعك شكل فصاته ويشوف ايه المراجعة على الوساطة المشهول اللي هو الى ت Engelium حاجة مستقل عشان تقول لك المراجع ده اه بينزل بيه يعني ايه يعني ايه يراجع على الجودة في المشهول او الجودة بيراجع على المشروع. وبيراجع على المواصلات المشروع تكل. ده هو وسط دي مطلوبة المشروع او مطلوبة الترفيز او جهور. يعني اي حاجة فيه مطلوبة المشروع. اي حاجة عشان كده اندي مستقل. او بيراجع يشوف. هل تطفق مع السياسات المطلوبة اللي مشروع ايوم عليها اول اول السياسات المشروعة. كذلك الروس بالتين مولقة. الروس اللي توفقت فيه يا خبط المشروعة مسلا. او قط الجودة هل هي بالتين وقلقها. هل يتم التشروعة سليمة؟ البيان بستطاعتها سليمة والأوبت بستطاع تطلع سليمة. ولا الفياسات بتاعتي بتقول من الأوبت. كذلك الاجراب بتاعتك بتتضغط بخاصها. او بيفس سياع الكوالاتي اوضيت هو ايه. ماهر من الكوالاتي اوضيت. يعني مراجعة. اذا مراجع عشان المراجعة جودة حالة بالحالات اللي هي فيها تطبيق كويس في المشروع برضو يوسطها عشان تتعمل على بيت المشروع بيطلع طالبات المشروع اللي بيراجع عليه بس لكن لا بيشوك الحالات الجيدة برضو في ابلاث كومنتيشن عشان يتم تعملها واتفادة بيتها يعني هو بيعني نفس الكلام اللي انا بيعطي تطبيق برضو في فضقها او بيبنها تحسين عن طريق ان هو بيذكر الحاجات الجليلة ديها تويه يتم تعملها وغدت ايه 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 انا tests يعني عند م sheetsو абсолютно ترميه او خطوات تنسية او testing ازاي هتأكد ان الحاجه اتامة. يعني هذا تتجيلك ويسا وافق عليها. إذا اظهر في ازراق التجير قوة تنفيذة الواقع. يعني اي حصله قوة تنفيذة الواقع. هنا مراجع الجودة او في مكان الواجد تتأكد يعني قوة التقنطرابي يعني كده. انا كده بيشوف التجير قوة تن في ارض لوقع خلا المراجعة الجاودة أو خروف كوات التاكهف بيعني مستبيعي هو يشوف ال toi تese During Settings ‿ تلك تانية والتاحب совет ت travaill عشان كدة يعني مثل يبقى عندك في مشروع مثلا ماذا؟ حاجة مثلا في فيه حاجة مثلا سعوك فيه او فيه توليدات مثلا باستم مثلا بتأخره. فانت مثلا مرايج جاودة او ممكن تبقى انت مرايج جاودة في مشروع. دي كان مدر مشروع تقول له تب مسلا في المشكلة ايه؟ او مع المهندس التنفيذي المسؤول تبقى ايه المشكلة بجنين او سوريدة ايه؟ نعمل ايه او ايه القرصة الاكشة اللي احنا فعلا اه المشكلة تمت الافاتة اللي اعمل في القرصة الاكشة. لو المشكلة احنا مضافعين حدثها نعمل الاجراء الوقائي. فها بتجيب اه وطيقة اللي هي النموذة بالخاصة او بالاجراء الوقائي بتاعك. دي بقى نموذج ليه رقص من المشكلة ايه 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 يتملق النموذج لوا تقول بيه او بيقول بيه بشخص اللي هيقوم بخبص الحين يقولك ان هو ايه خبص حين يقوم بيه؟ يتم تنبيعة للمواردين مثلا ان هو مثلا في حقوق التواريات مثلا او في اجراع تتم مثلا بصورة التواريات تبدأ تاخد من الاجراء اللي هو هيقوم بيه وامتى هيبدأ يدفزه وامتى هيبدأ انت تترجع على تنفيزه وتشوف هل ادى الحل المشكلة ولا لا دي كلها ايضا للمشكلة في حاجات دي مواعيد ايه مواعيد هيعين الاجراء اللي هيتاخذ ومن المسؤول على الاجراء ده كما انت تترجع لكما انت تترجع مواعين بتنفيزه وتترجع انت تتبيع تنفيز ويبدأ هو ينفيز الحل بتاع هو ده وفيه انت تترجع الحل ده وفيه ادل حلو مشكلة ولا لا دي بان دي بعضه من الحقيقات اللي الاوديت يعملها والتي قدت نعمله. رقم سيجدها في التونس البروستيز الاناليست انك بتعمل الاناليست البروستيز لانه سيطر انك توصفها. بالشكل ده ده ما اعملها هنا في نوت شرط الكده عشان يوصف البروستيز سرعة العملية دي ماشي ازاي. عشان يغضر يشوف الديفكتات اللي فيها. او ايه النوم او ايه النوم باليو ايد اكتفيتز. يعني لو فيه اكتفيتز بتتم كده بتعطل دنيا وماهاش فايدة. يبدأ يستثنيها. بدلا ما يضيع وقت ومجهود ونصفرس فيها. يبدأ يستثني الحاجات اللي مرضكش قيمة حيائية للبوريس. طب كده عطالين هو ايه يوسط البوريس. لان نكون عندك بوريس اولا نتوسطه بشكل جرافق كده ينفره بشكل كده عشان تقدر تقول الجزئية دي مثلا دي. كده هي اللي اتعطى للدني. كمان. كده توسط الاجراء. وكل اجراء ده يكون كم يوم. يعني من المكتب دوت. المكتب دوت كزا. ولذي فران يمضي. وبعد كده بعد كده مثلا يرجع فران يوم. كده دوت يمضي. كمان. تبدأ تكتب كل الحاجات دي من الدورة المستردية بتاعتك. في اي عملية. السير العمل فيها في المستردية. لو عادك اتطوار طبعا بشكل معين دوت. من خلال لذا الشكل ده يتبقى تقدر تعرف. Então precislay' الخطوار. تحدط لمشكلةولا. حلل لمشكلة عشان ت смог掘 تقوم بتعمل حاجات موقعية عشان لو في مشكلات من نفس النواية اللي هدى حصل يبقى انت اتشافت الحل هنا تحتاج نفس الحاجة في نفس المشكلات او مشكلات متشابه من الاوبت بتاعتنا تقوم بتعمل فحف ايه تعمل بروسس ايه تعمل بروسس بيتراجع بروسس ايه تبالتالي بالطبيعي ان انت لو ما تلاقي اي بروسس السليمة بتعمل لا تعمل حد. وهنا انت مش عبدال عمالية غير مما بتشانجر الكلية ويتعطف بالسطور ايه تتعمل طبعا اكتصر الكلية. مع قولة الافشن او بربينشن افشن او ديكوز ستليبية زي احنا هنه قبله كدا. اه بتعدل في الخط. تعديل الخط. تنوع بتعمل اه ريفيو على اي حاجة من طبيعي انك تبص دي الخير بتاعتك وممكن تعدل في خطة الجودة لو مسلا لا توافق سياسة الجودة اللي انت تستغل عليها. او فين او فيه اختبارات ما كانش موجودة في خطفة الجودة. لمن الحاجات. او فين الخطفة الجودة المعايير كونه رفضكت فيها بالسليمة. انت ممكن تعديل خطفة الجودة. تعديل خطفة التكاليف. لو هتعمل سياسات بصورة افضل او عايد تعمل تدريب مثلا دي كتيرة. فعرفت كونس انا لست ان دي مش كير تدريب. الناس مش مزاربين بصورة كونيسة. انت هتعمل منها غاية غاية خطفة عشان خطفة تقدر تعمل خطفة قوالتي. اه تغرفع البنت على خطفة قوالتي ده اول. عشان اه. اه. ما يدخل تدريب دي هي من المصاريب. المصاريب احنا وانا في حاجة اللي هي بسيطة اللي هي الكونفورمانس. وانت هتعمل تدريب دعم ضمن الكونفورمانس كورس. اللي كانت خطفة بيه. التدريب ايه اللي كانت خطفة بالفحص والاختبار. الخطفات بتاعتك والاختبار اللي تكتب بيها. بتاعتك. لك رأبايز اخص. كان ايه كمان لو حد تفكر. انا روح اكتير حاجة خطفة بشكده. هتجعك ها حاجة غصة بانك تعمل. بالفينشل ليه الديفكت اللي انه يحصل. ببس فيه حاجة غصة بانك تعمل اه. تستات وبحث دي. العناصر اللي انت تجهت. اه. ويتشوف. لو في اي ديفكت يا سلم. يعلاجه. لك الابرايزة الخطفة. الاثنين دولت. كانوا منظم. الكوست في فورم. تعمل على الكوست في فورم. لذا انت هتغير. اه. كذلك الاسكيديول. الاسكيديول موعد تستدي جزء من الاسكيديول. الاسكيديول. اه. طبق دي الترفيز نفسها. الاكسيب هو كيف تحطط كيفة الجديدة في البراجة الزابة بتاعك عشان تتوافق مع المصالبات العميل. ده ده من الحاجات اللي استعاد. البروجيكت اللي كنت بيقول فيه وصائد جودة عندنا. لصات اللي جاء من المراجعة. ريكوستات جاء من المراجعة. او نازلين بشيكليست وعاية ثم استملت بقى استجلات او او. اذا في الحاجات دي استجلات. اللي هي. الو بي ايه. الحاجات دي استجلات. اللي هي. صانع بنزلين مصادرات. اللي هي. اللي هي مثلا نعمل تقريبت. والد ريمونت. تقريبت دي. الزيارة اللي هو حصلتها او 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 او. كذلك خواه التدريب تريدي بلاس مستخدم. اللي او كان وصف العمليات. عشان يعرف ديلية اللي في اي عملية بيحصل منين او هي متوفق للماصفات لك او هالملت cert بتاعتها. واي هو الاوب بتاعتها. هل اه فيه قبلها وبعدها في التام الانتر اكشن ما بينهم. اه المثل اللي هي المعايير او المقايير اللي داخل البروز برضو. قرار التدريب. قبل اني الحاجات اه ووضعات خاصة برض لبشارية. الاتشعار. بيبقى حاجات التدريب تبع على الاتشعار او ده اللي هم يعرفوا. بتدريف برض البشارية بيبقى اه خطة لتدريب. خطة بقى نصف السنوية او خطة السنوية. خطة لتدريب. خطة لتدريب. هتم تعدلها اكيد عشان لو بتاعكواز دي اه الشهورة بسأل ان المنتج غير مطابق او بيحصل حالات على مطابق اكتير او ان الاعمال غير مستقرب ثلاث نقطة التدريب او نقطة الكفاءة. يبقى خطة التدريب تختلف ان هي انك انت مطالب انك تتضرب بالنسبة. الاوب ايه? اذا بقى نصف جهات الجودة او معايير الجودة اللي ماشي عليها ممكن زي ان تعليلها. فزايا الكوازي ويجين سيستم لو انت عامل سيستم اللي ازارت الجودة زي الاريزو بس بس اتقاط واحد ده الكوازي ويجين سيستم. اه فده بتعمل له افديد اه ممكن اه البروز انت بتنسلها في المواصفة ممكن بتختلف. انت ممكن تكون متنسل ويجين سيستم معاني في المواصفة بلقى الثاني انا بتنسل ازاي? احسن بطبعات اعمالك يعني. اه. فانت بتقبلها افديد برضو. اللي هي اللي هتشتر عليك المواصفة ديت. او نماذجك اللي انت هتشتر عليها من جوه المواصفة. كما يتوافق مع المطالبات العاديه يعني. او المواصفة في حد ذاتها. انت طبق المواصفة معينة. القواتي كنترول. تايت عمليها معانا القواتي كنترول وهي انا استطحق المنتج نفسه. تيوخ المطابق ولا مش مطابق. بان انا عليه. هتعمل اه او دي قبل ما ايرر يحصل. يعني. مش بيمنع. لكن بيبحق المنتج ويشوف لو في ايرر يرحق يعالجه قبل ما يوصل. ده في المسيكش. او بيشتغل بلاية ان هو ما يبقاش في ايرر. اللي هو يزيبه. ادفاينج. 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 ادفاينج البروشيس دي تيها بورد في الاستجاية بتاعتها. المخرج انها بتاعها ستين المشكلات. او العملية اجي مستقرة. ويبدأ يقول ايه الاسباب. ويبدأ يقترح حلوص. يبدأ الريفنشن. القوية كنترول ايه. يعني طول ما المشروع شغال. ايه القوية كنترول شغال. القوية كنترول طول فترة مشروعة. طب ايه العملية الصفحة القوية كنترول. يعني ايه? تعالج قوية كنترول. The process of monitoring and controlling the results of executing the quality activities to assist performance and recommend the necessary changes. يبقى البروش دي معناها ايه? اه ان هي عملية اه. monitoring and controlling. ايه هو بعمل نطر عند كنترول. بيعمل اه المنطقة بتحكم. من خلال ان هو بعمل او اتحكم على مخروجات التنفيذ. عن متاج التنفيذ. تنفيذ ايه بقى? تنفيذ ايه بقى? تنفيذ اللى الما يختبر. اه مثلا قبل بيش باب مثلا بقى محدد بديش باب مسلا. وتقولك الباب دي مثلا حريب الى انظر اللي ما حلنا قلنا مفصلت فوق وتحت رمز. ام. اذا هو هنا في الحلقة دي أعمل اخطاق اعمل اعمل بلاستخد اسمه قوليتي. اكسيكوة اكسيكوة اي اكسيكوة نفسه. فان من خلال فحس لا. ان الباب مسلا فوقوه مترين واثنين منل. ان هو بنامي باستخدام الاكتيفتي دي كده الريزلط بتاعتها ماشي بتقولي الباب دوت مترين مسلا و 2 ملي. كونو بقى ديعمل المواتر انه هو ايه يقول ايه. طب 2 و 2 متة و 2 ملي دول دول مقبولين ولا مصفوضين. طب ببدا ان هيرجع لحاجاتها عمية. ما بقاش هلا ان هو بيقوم بقصد الجودة بس. لأ لان هو بيرجع على هلا المقاييس. آآ يعني النتيجة لبطاعة بيرجع لها من العاية مدر انت كونترول. هيشوفها مقبولة ولا مصفوضة. من خلال المقاييس اللي بقالوا من الخطة. او بقالوا من العملية الاولانية. ما هي يقولوا لكل حاجة. طيب. لان الانطر مقبول. ماشي. ده خلاص. الانطر هو بيعمل بيقفن الانطر دوت. ماشي. اه بيبقى او بيقفن الانطر دوت. دي مثلا الحاجات دي. مثلا سليمة. او بيقفن 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 للحجم التالية. طيب في عليك ده خلاص بيعمل تنجرج فاي زال ما برضو بيعمل بمعطر عند دي كونترول للرياز. المتباك دي انة دي اسوك بيامل اكتريكي تبي تبي بالكونترول للاكوانيكي لان Talks بيامل بالاختبار. في اطلع في اطلع چنجر في بيعمل المحط 좋은 دوما وارحها مش عشبها مقبولة ولا مرفوضة ولو مقبولة خلاص في ايام ايامle مثلا ان كانت مرفوضة فيه اقص we call com greatest be يعمل الشنجير كويس. الانبس بتاعتنا. آآ. الطبيعي ان هو بيفحص منتج ام بيفحصه ويبدأيز معانكم مع الشيك لستات. الشيك لستات هو اللي فيه عماصر لي اعماليها رفيو. اللي بيفحص النتج بمسال ايه? ايه عمصر لا يفاصل في المنتج. ايه كمعاتش كلاسة. طيب يكون معاك مثلك. هاي القياسات او المعايير القبول والرفض. معايير القبول والرفض. يعني. what and who you are going to measure. يعني انت ايه اللي هتجيس في المنتج. دي طبيعة القياسات دي. اللي هي ارقام معايير قول الرفض. اتجرى بتاع كل حاجة. انت اقول المنتج مقبول وانت اقول مرفوع. دي لازم دي رينج كده. دي الخاصة بالرينج. ودي العراس اللي هتم تحصى في المنتج. طيب. دي البلاد اللي هتبقى حاكمة للمعايير ما قولك. امشيب. اللي بتقول لي اساساً الاختبارات دي هتم لينة. مقابل اللي اggaي إقتبارات دي هسول إنت إنتجة. كل الإلك كان هندي بتقول لي المعايير لكل وا الرفض. ودي بتقول لي الاوءtransل رفضي. و tradition غذيك اللي بتقول لي انت أنزل رفض. ومن اللي هيُفحص أستميل بتاعathanBER fate? يا هذا يعني ايه. انتبوتجات المهان في بذات. وكم معاينة ان يحذر ايه اللي هيتم تحصف الموقع دي كلها الخطة بتقلي عليه. هنا بقى انت بتضحص التبريز نفسه. انا بقى انت بتقارن هنا بالنسبة للخطة وبالنسبة للخطة وبالنسبة للخطة. يبقى انك انت بتعمل التبريز نفسه. بتشوف البيانات جاء بالتنفيذ الى الاكشوال. بتقررها بوثيء بتخصف. طب ده ايه علاقة بالخطة ايه طبعا. هو انت لو بتكون انت بتاخر على براجة الثمنة. مش ده حاجة في مشكلة بالنسبة للجودة. لما يكون انت تطرح فوق الكورس. حاجة خاصة بالجودة بيزيارة تقول فيه مشكلة ثانية. تجريكة في البرفورما. بقى دي حاجة مشكلة بعوق الجودة في بصروع. الجودة انك تتحقق بالطلبات العانية. تقرر من الطلبات العميل انك تتحقق فيه البرامج الزمني. وجوز المزانية متعدية شوية. ان ما يبقاش فيه تجريكة error في المنسبة بداعة. في المنسبة لعناها انك تتحقق الحاجات دي كلها. بيؤدي لانك تتحقق الروفوربس تحت العميل. فليحق يؤدي لتخط الجودة. فانت من الطبيعي انك انت في كل عامات الكنترول. احنا من كل عامات الكنترول انك تتبقى مندخل معك ورطة بصروع. انك تتحقق الروفورميشة في المقابلات. دي كده اليمبوت بتاعتنا. ايه كمان? ايه كمان تتحقق اليمبوت. يهرب رضاً اول شف كينا. قالك القيسات. يقام. هنا عرف القيسات. قالك الخلط الأول. والققى الخلطات بتاعتكم معكم ورط. والقلقة اللي عرطة اللي لاحسرتها في المنسبة. وهو قالك العدادة اللي جاري من التنفيذ. يعني ايه الحاجة دي بتنفذت نفذتك واقع ديه. الكورسة اقع ديه. ايه مشاكل الفنية اللي فيها. وتجي رفض قرطة اللي حصلت. ويدي حصلت. كده والتجل. طيب فين العمس نفسه وهتفحه. يعني فين الموقف نفسه اللي احنا هتم فحصه. هي الدليلورت دي. دي الحاجة اللي يتم فحصها. العمس نفسه يتم فحصه. بغضك نفسه. لقص النفسه اللي هتم فحصها. مرح كمان؟ هي عبرون للشيجير فويس. ليه? عشان اا. نفأكن هل هي تنمت ولا؟ لان فيعملية دي يتفضمن كافيه. حصل ان اعملتك ولا بعد القوات كنترول على عنصر موقفل دي دي بك. فعملت القوات كنترول عشان يتم تصليح الايرو. فالشيجر كنترول اتعاملو عبروك. طيب اتعاملو عبروك. انا يجمني ان هو يسمي تنفيزه. لما اجاب حصمها معنصر ثاني مرة عشان اشوف القوات كنترول اللي عاملتك قبل كده على عنصر دوت والشيجر كنترول او قال لا. يبقى الاقربة للشيجر كوست اللي ادي دي الان عايق عشان اشوف بعد كده المنطرج او المنتج اللي رفع حصو ده. هل الشيجر كوست دي تمت عليه ولا لا. الشيجر كوست اللي قبلوك. تمت ابتدا في الواقع او لا. لاناك انت بتشفى عمد كويت كنترول على عنصر مرة واحدة اولا. مرة واحدة اولا. مرة واحدة اولا اتهمت. اتك لو العنصر تم رفضه. طيب ان هي يخل بسيجر كويت. وبعد كده ترجع فاني تعمل عليه ثواني كنترول. بقى انت عارف اللي تشفى العنصر ده. ايه هو. وهل بقى تم تحقيق اللي تشفى دوت. ايه الديفكس اللي انت اقربته ولا لا. اللي هي التقارير بتاعت المراجعة مسلا. انت مراجعة نادل مسلا مشروع ايه خد مسلا احد عادة المطابقة. احد عادة المطابقة ليه مفتوحة لانتك تتخذها. ايه وانت هل قلت كنترول خذلك منها. لانه طبعين هو يرجع تاني يعمل ايه ريفيو او قدر. ايه توقف تاني مسلا. انا في اسبوع او اثنين. يتم بقى انت بخواها حتى اولا. يعني بيجي بيقولك. طب بيقولك. قولي تاريخ ليه. اه حال المشكلة. فانت بتقوله مسلا تاريخ خاصة بتعديل البرامج الزمني مسلا. لو مسلا حال عادة المطابقة في البرامج الزمني فتقول له مسلا يقولك قديني تاريخ محل مفتوحة عادة المطابقة في البرامج الزمني. او مسلا اسبوع مسلا. فبعد اسبوع بتلاقي ان هو بيعمل ريفيو جديد او قدر جديد. ماشي مراجعة جديدة او شوها متاعك. المراجعة ديت. حتى بصورة انت بتشوف ايه المراجعة. المراجعة الصادقة. ايه اللي تكتب فيها. عشان دي بتبقى. بتحاول كم قوة قدرها على جديد ديت. اه عشان اه. دي جديد بسيط في المطابق. من الحاجات الاجرمينت والسريني الجبلان. لانك هتعيد النظر في القناة التدريب والتصوير. اتفاقات ليه? لان انت الوقتي من اتفاقات دي ما كنت تعرف معايير قبول الرفق. اه بالنسبة لعنصر ما. يعني كل استشاري بيش عايش بيقى مسلا يوافق اعلى مسلا بقبول منتج معين. بينما الاجرمينت لو انت عارتها قوة تلاقي ان الاستشاري هو الغلقات. بيش اي حاجة الاستشاري بيقى صح. بحيك دي الاستشاري ممكن يبقى هو نفسه يشقل الاجرمينت صح. فانت من خلال انك تأذر اجرمينت كده تتكلم مع العميل كويس. تتكلم مع العميل او الاستشاري بصورة كده انك انت تفاهم. وممكن تتخنعه ان الاجرمينت. مسلا ممكن يبقى هو عايز اختبار مسلا مكلف مسلا. ويه المشروع اللي مش في احتياج ليه الاختبار ده مسلا. ده من الحاجات. مش ممكن الاجرمينت تتكلم عن جزاية معينة ومعايز قوله ربط لجزاية معينة. فهو بيش قابل المنتج. فانت ممكن تقول لقى الكريتيريا هي على حصل الاجرمينت كده. الاجرمينت دي بتقنصر مهم من المعاصر الداخلة معاك من دكامة كوالة الكنترول. في الابي ايه? في كل عاملات الكنترول الابي ايه? مدخل معانا بتنصر السياسات بتاعتنا. والمقاييس اللي حماشينا عليها. هو اجراءات العمل في العمليات المنظومية لسر العمال. طب التولز بتاعتنا. جميع التولز اللي احنا شفتناها قبل كده هي نفسها. اخترافات بخطيطة بس كده نشوفها. زي تيفين بيزيك تولز اللي احنا شرحناه من همه السبع. وسائل اللي احنا شرح ناهم. دول نعم هم جبتين اللي جاملون قورت مدخلونها سامبل جي القورت كنطرول زي القورت شارك زي البريتو. مدجروم زي الهضبط زي الهستوجروم زي الهيكسيلجروم وسيكاتر كنطرول. كنا ل dü كلها من الحاجات اللي انت بتاستخدمها في اعملية قورت كونترول. وانا شاك اقول حاجة من بالتفصيل فهد استخدامه في عاملية كونترول. العينات اللي انت تقولها عشان تقل عليها فحص. وكل حاجة لها عينات بي عدد معين. بقالي عدد معين. والسامبل اللي عليه عدد معين. الانتبارات. الانتبكشن. اهي نكتبه الفحص. الفحص نفسه. اهي بلا الانتبكشن فضة تقربية بتاعتك. وهل العنصر ده على ما تستهموا الصباطيهم المواطق بللا. لأ. الابروض الشيجر الكويسد ريفيو انك استقبل هذا عkraft هينابروض الشيجر الكويسد كمدخل. فتو بتاعتك. واحد من التو girls بتاعتك هتعمل ابروض الشيجر الكويسد ريفيو. ان yeniك تراجع علي ابروض الشيجر الكويسد. احسن الانتبكشن فضة تقول منar ابروض الشيجر الكويسد. كنتي تتباه يعني التفلاجة على هما تم تنفيذهم يعني هما هما تنفيذهم حصل لهم تنفيذهم طيب الاربس باعتنا من نجال حتى من بص كده لازم هيحصل و يت dłو وقت تناير و دابTheta information. ما هي مفتولة مش مصطمة هنا لكن هي. كذلك. يعني انت اقول ان التشيج ده تم. نخياني عمي ترفيو. فلو وقيت ان ان الابروف التشيجر كونت تحصله في الواقع. بقول ان هي بعمل يعني التشيجز دي تم. دي كان دي معنى التشيجز. القياسات اللي هي بتجد القياسات بتاعتي. اللي بيسميها العماصر. دي كانوا يقولون ان احنا ممكن اخطط كونترول اه كونترول شارت. القياسات اللي كتبوي في كونترول شارت ديت هي دي القياسات اللي لايه الكواتي كونترول ما جرمينتس. بالشرط اللي احطت كونترول شارت. لكن يعني ان انا بعمل ريفيو عالمونتج. وهو اصطق لعمية القياسات بتاعتي. اللي هي المقبولة. يعني دي بعد كده بتروح ليه عملية تانية اللي احنا كنا درسناها قبل كده الفلسكوب اللي هي عبر ديت سكوب. فانت هكواتي كونترول. يفحص يدخل امبود عند ديليورس. في بقى اوبد 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 ديليورس. يعني اه تم المقصة عند دي الديليورس سليمة. المقبضات سليمة. في عاملها اه اه سليمة. فبعد كده دي تروح على طرور عكسبتك من العميل او من الاتشاري في عملية الفلسكوب. اقبار ببعض تشينجر كويست. انت فحص العنصر مسلا. ديت فيه ديكاكت مسلا معي. فاتت لعمل تشينجر كويست. بحركة تصحية او اه وقائية او. ممكن يبقى تغيير. يتغيير عكس الخطة او ممكن تغير عكس المشروع. عكس المشروع. ككل ممكن يتم تغييرها. في كل خطة نفسية اللي فيها مشكلة مش في التنفيذ. دي الخطة بتم تعديلها. يعني بكل عمليات الكنترول هنا خطة بيتم تعديلها. مش كل خطة بتم تعديلها. لكن دي هو فوق خطة على امين. على بكل خطة اه الجودة وخطة تحسين العمليات. عشان الحكسين اللي خطين بيه تشطر جاوز عبالي. بس هي دي لانه جاوزة تتجاوز. ان خطة تحسين العمليات ممكن تعملها تعديل. اه عشان خاطر انك انت اه شاب لعبات غير مستقرة. ونفسية خطة تحسين العمليات وليه موجودة عندك وما تمش تحسين عملياتش تحسين العمليات داية. خطة دي ممكن تتعدل. فايزا موجودة بلان اه اه بيه حساب فيها تعديل للخصة في الجودة او اه مقدار كوستو فقواتي. مسلا انت عايز تزاول كوستو فقواتي في المشروعك. او تقللها. على حسن. عايز تزاول مصارفك التدريب او مصارير التست بتاعك. او نوعات التست. غير نوعات التست. او المعايير بتاع تقبله غرفة. دي كلها هيتمزع دي الحاجات في الخطة. دي المراجعات بتاعتك او الاستجلاتها في الجودة. استجلات الجودة نفسها بتاعك. كذلك لو مثلا اه كواتي او جيت او جيت او جيت او جيت او جيت دوت خاص بعملية لقبل كده. والريبورت تنتمي تعديل ريبورت. بس بس غير او جيت. كثيرو لي انuctرس او جيت او جيت بقها باناجين. بجيب извياري لتعديل ريبورت بتاعي. ابقى ده معمم ان انت اللي عمل هنا او جيت او جيت دي. kid. باش كود او جيت الو جيت الو جيت بجيت خطر اشورة ليبقى هي يتم تعديله بوقتة الو جيت الو جيت couch dy assurance conjug optimal of first can only be sure et ruks fundamental with you? كذلك الافتفاية قوية ومعايير كله رفض فيها ممكن يتم المنقش في جروز معينة ونلاقي نحن عايزينها من قبضية للأجريمنت المختلفة ايهателей ايه وتحولت من الاسجيل دي الابي ايه لانت كانت في عدك الابي ايه كمدخل بقت هنا الاستجل هنا او الشيكليست اللي انت بتبحث مثلا لها ماليتها بحقيقية وبيضي التدات وبيضي الشيكليست فدي بتتسجل في ملفات الخاصة بالشيكليستات بتاعتك ودي تبقى الوب ايه ابضي احنا كده خلصنا شابتر بتاع الجودة وان شاء الله بإذن الله نستكمل غدا ان شاء الله نخلي بقرأ للأسئلة عشان برضو نخلي بقرأ يوم مفتوح للأسئلة كلها انا اقول لو حد مش فيه جوزات مش مفهومة نرجع على جوزات مش مفهومة وهي جوزات الامتحان مش مشكلة للوقت احنا خلينا نعجل جوزات الامتحان شوية عشان بس نخلص فيها في المنهج وبعد كده نتكلم شفرة ان شاء الله من المحاضرة بتاعت بقرأ ان شاء الله نبتقى على خير ان شاء الله غدا بإذن الله في جميع ساعة اتنى ساعة اترككم بسرعة الامنة والسلام عليكم اشتركوا في القناة